الرئيس السيسي يكتمع بمستشاد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومدير الكلية الفنية العسكرية رئيس والوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح والحكومة تنفي عقد امتحان دولي لطلاب الصفة الابتدائي خلال العام المقبل موجز لهم واخر الاخبار من شبكة تلفزيون النهار مشاهدين الكرام اهلا بكم اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع السيد امير سيد احمد رئي مع لواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء مهندس اسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كما اجتمع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي امس ايضا مع المستشار عمر مروان وزير العدل وذلك لمتابعة المخطط الانشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل صراحة المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الانشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة فضلا عن تطوير منظومة التقادي وميكنة خدمات وزارة العدل أهل مستوى الجمهورية وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري حيث اطلع السيد الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقادي خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات فضلا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مبان جديدة للمحاكم حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم كما تم استعرض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية فضلا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف أضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل أعرض كذلك جهود تطوير منظومة الشهر العقاري حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير أليات العمل بالشهر العقاري والوسائق التي تصدر عنه والتوسيع في نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات ولتتكامل تلك الجهود أيضا في إطار مويا كريمة لتطوير الريف المصري كما وجه السيد الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدلة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة التنفيذية وتشرعية والقضائية في نطاق جغرافي واحد ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها جاء مقر المجلس العاليات القضائية ده المقرع الجداري في المدينة هنا محكمة المتصف على إصار المحكمة كل المنشآت التابعة للقضاء العديد مؤمنة استقناف سنة البصرة محكمة التفل نيابة العامة للمحكمة الزهد على اليمين مقر المجلس الدولة مقر الهيئة قضاء الدولة مقر النيابة الأدهية مقر الشهر المحكمة القاسية كل الأماكن دي بتفضل منطقة المحكمة الإدارية عندنا منطقة كدمات هنا على أساس لو فيها كالكريات فيها استراحات فيها عدادة الدينية فيها مصروري عندنا أيضا منطقة الأكاديمية القضائية محكمة العروية للتحكيم المركز التكنولوجي للمدينة في العالي مقر الهيئة مقر الهيئة نحن طبعا يعني المكان المفضل ديها في العسامة نحن طبعا في البرلمانت بإسم الهيئة السلطة الدولية السلطة الطبعية السلطة التنفيذية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفاتح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء مهندس إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية الاجتماع تناول استعراد نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية وذلك في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة والذي يتم بالتعاون مع الجانب الروسي وقد عرض السيد مدير الكليات الفنية العسكرية في هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة مؤكدا أن محطة الضبعة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية والتي تحتوي على أهل درجات الأمان والحماية الذاتية وذلك وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها أو في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها إثنان وثلاثون كيلو متر من مركز المحطة طبقا للمعايير الدولية وقد وجه سيد الرئيس بقيام اللجنة العليا المتخصصة بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأهل درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفقا المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها وتجميد أي أنشطة بناء في نطق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي كما وجه سيد الرئيس بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة في مشروع المحطة وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو سكان بدائرة الأمان طبقا للمعايير الدولية وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نقش رئيس والوزراء دكتور مصطفى مدبوليا لإجراءات الخاصة بالتوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الأفريقية وأكد رئيس والوزراء أن هناك توجهات من رئيس سيسي بأهمية دعم وتعزيز أطر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية في كافة المجالات وبخاصة في المجال التجاري تبع رئيس والوزراء الدكتور مصطفى مدبوليا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروحة وأكد رئيس والوزراء على الأهمية وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمحافظات المنطقة الشمالية والتي سيكون لها مردود إيجابي واسع على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين وكذا الإسراء بخطة 100 مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس السيسي رئيس الجمهورية للموقف التنفيذي لهذه المشروعات وصلت وزارة الرئي تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق السحلية ويأتي ذلك في إطار مواجهة الآثار ناتجة عن التغيرات المناخية والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من شائعات حول عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام الامتحانات للصف الرابع الابتدائي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير موضحة أن أي قرارات أو معلومات تصدرها الوزارة يتم الإعلان عنها وبشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة أعلنت وزارة الصحة أمس عن خروج 429 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234 878 متعافية وأوضحت الوزراء أنه تم تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لافتة إلى وفاة ثماني حالات جديدة انتهى مجازنا الإخباري لهذه سامة فيزيون النهار دمتم بخير إلى اللقاء